تتواصل فعليات معرض التراث والصناعات اليدوية والمقام بحديقة العاصمة بشبين الكمب المنوفية بمشاركة أكثر من سبعين عارضا بمنتجات مختلفة وعالية الجودة المعرض تنظمه مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع مدرية الشباب والرياضة بالمنوفية ويضم منتجات الخزف والصدف والسجاد اليدوي والأعمال الورقية والخشبية إضافة إلى الملابس والمفروشات وغيرها من الصناعات اليدوية يأتي ذلك في إطار حرص القيادة السياسية على دعم وتفعيل المشروعات الصغيرة والمصنوعات اليدوية لخلق جيل جديد من المصنعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر